السلام عليكم أصدقائي معكم عادل من قناة دقائق تقنية أخيراً سامسونج تعود إلى سلسلة السي بعد غياب ثمانية سنين عن هذه السلسلة حيث توقفت شركة سامسونج عن إنتاج سلسلة السي من الهواتف الذكية بعد إطلاق هاتف سامسونج الجالاكسي سي 9 برو في عام 2016 وحالياً كشفت الشركة رصنياً عن هاتف جديد وهو سامسونج الجالاكسي سي 55 دون ضجة كبيرة في الصين الهاتف صراحياتي بمصرفات جديدة وسعر مميز وإليك نظرة على أهم خمسة ميزات رئيسية لهذا الهاتف ولكن قبل ذلك الدعم الدعم خوتي ما خسر والو دير لايك ودعم هذا المحتوى التقني المفيد أولاً هاتف سامسونج سي 55 هو تقريباً نفسه هاتف سامسونج الام 55 نفس المواصفات تقريباً ولكن الاختلاف في الألوان والخامات والسعر صراحة كتشوف سعر الهاتف الأسواق الصينية تجده أقل بكثير من السعر العالمي أو السعر الموجود في الأسواق الجزائرية شركة سامسونج صراحة تجامل السوق الصيني على حسابنا نحن المهم لا علينا أول ميزة يتميز به هاتف سامسونج عفواً سي 55 أنه يأتي بتصميم جميل ويعتبر أول هاتف من شركة سامسونج يتميز بغطاء خلفي مصنوع من جلد النباتي الفاخر ومزين بتصميم مخيط يأتي الهاتف أيضاً بخيارات الألوان مثل البرتقالي الملون والأسود الأنيق أيضاً يأتي بأبعاد 163.9 في 76.5 في 7.8 ملي متر ويزن 180 كرة ويأتي بإطار مصنوع من البلاستيك صراحة تصميم الهاتف جميل جداً كما أنه خفيف الوزن ويأتي بسمك نحيف لذلك سيكون من السهل التعامل معه بيد واحدة الشيء المميز أن الشاشة تتي مسطحة بحواف قليل على الجانبين سنجد أيضاً أن الحافة السفلية تتي بحواف قليلة وسنجد ثقب صغير في أعلى المنتصف وهو لكاميرا السلفي أيضاً هاتف سامسونج سي 55 يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع تثبيت الصورة البصري وتثبيت الفيديو الرقمي لتصوير مقاطع الفيديو الثابتة بدقة 4K والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجابيكسل وآخر كاميرا للماكرو تأتي بدقة 2 ميجابيكسل يتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابيكسل لالتقاط صور السلفي يدعم الهاتف وظيفة تسجيل بكاميرا مزدوجة بما يسمح بالتسجيل المتزامن مع الكاميراتين الخلفية والأمامية في نفس الوقت أيضا توجد ميجابيكسل تطيح للمستخدمين فصل وتحرير المواضيع بسهولة من الخلفية مما يعزز الإبداع في تحرير الصور ومشاركته على التواصل الاجتماعي سنجد أيضا أن كاميرا السلفي تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K والFHD صراحة أتوقع من الكاميرات أن تقدم صور جيدة خاصة في الإضاءة العالية ومن مميزات الهاتف أن يأتي بشاشة متميزة من نوع Super AMOLED Plus تأتي بدقة Full HD Plus وبيحجم 6.7 إنش مع حواف رفعة على الجانبين تدعم الشاشة معدل تحديث تعالي 120 هرتز مع صوت طوع 1000 لتس تتميز أيضا الشاشة بميزة Always on display صراحة الشاشة ستقدم لك تجربة ممتعة في مشاهدة المحتوى ألوان جميلة ورح تقدم زوايا عرض واسعة أيضا يتميز هاتف الجالاكسي سي 55 وبطارية بحجم 5000 ميلي أمبر تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط ويعتبر أول هاتف من سامسونج يأتي بهذه السرعة في الفئة المتوسطة تميز أيضا هاتف الجالاكسي سي 55 بمعالج سناب دراجون 7 الجيل الأول ويأتي مع ذاكرة وصول عشواء الرام بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 250 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة الميكرو اس دي هذا المعالج موجود في هاتف الأونر 90 أيضا أداء الهاتف جيد ويقدم لك تجربة ألعاب ممتازة هذا المعالج تحصل على منصة الجانجبانش في النواتي 1 على 950 نقطة وفي النواتي تحصل 2738 نقطة وفي منصة أنتوتو تحصل على حوالي 660 ألف نقطة لذلك تجربة الألعاب والأداء بسفعان ما رح يكون جيد في هذه الفئة السعرية الهاتف يدعم صوت ستوريو ويدعم ميزة الـ NFC وسنجد بصمة الإصبع مدمجة أسفل الشاشة أيضا الهاتف لا يدعم منفذ السماعات 3.5 مليمتر وأما سعر الهاتف فيبدأ بسعر حوالي 276 دولار أي تقريبا 6 مليل صراحة الهاتف جميل يأتي بتصميم بسيط مع خامات فاخرة من الجل يتميز أيضا بشاشة ممتازة مع معالج جيد وكاميرا جيدة أيضا ولكن السؤال المطروح لماذا شركة سامسونج تقدم أسعار ممتازة في الصين وأما عندنا تجده بسعر مرتفع جدا يصل حتى 400 دولار ليعرف الإجابة التي شاركنا بها في التعليقات وفي الأخير دمتم في رعاة الله وحفظه